وبعد ما رجعنا من الفاصل نكمل مع بعض عندنا السمك حطناه في الفرن ويستوي مع الجذر والبصل اللي هو موجود في الفرن وبعد كده هنعمل الرز بالجذر مع بعض هنجهز النار تمام كده وعندي بيون ونبدأ نسوي الرز بيون ده يا جماعة اللي هو الشربة اللذيذة بتاعتنا عندنا الحلة على النار اهي هنفرم بصلة صغيرة كده عشان الرز ده هيتقدم مع السمك زي ما احنا شايفين بصلة مفرومة كده معلومة كده وإحنا شغالين عن الرز الرز لو انا عايز اعمله طبعا كل ستات البيوت بعملوا الرز بالشعرية والرز الابيض والرز السمن لو انا عايز اعمل رز بالسبانخ بجيب سبانخ في رز بديها شوية كريمة واسوي الرز نص سوى وبدهولها مع النص التاني في الحلة وهو بيستويه على النار لو انا عايز اعمل رز بالسلسة الحامرة او رز اوريانتل بالخلطة بدي معلقة طماطم بورية لو عايز رز بالكاري بدي معلقة كركم وفيه رز بالزعفران وفيه زي ما احنا هنا قبل كده على الرز بالزعفران بتعمل ازاي بياخد برضه بوكي جرنيه مفروم اللي هو كرات جزر كرات وكرفس وورق لورق وحبهان اول حاجة بعد كده نكمل مع بعض بقى الرز اللي عندنا هدي شوية زيت على حسب الكمية اللي عندي مع معلقة زبنة بعد كده الزبنة تسيح معايا هضيف الاول البصل وهدي تقليبة وعند الجزر التقطيع دي زي ما احنا قلنا اسمها تقطيع جوانا هتديني شكل جميل جدا في الرز وانا بغرفه وهنشوفه مع بعض واحدة واحدة حطيت البصل واخدته على النار سوتي شوية بعد كده هضيف الجزر الجزر بياخد سوة شوية فطبعا لازم اسيبه على النار كده زي ما احنا شايفين اغطيه واسيبه دي دي كده ولا حاجة واجهز البيون او الشربة اللي هسقي بيها الرز اللي عندي عندي مقدار رز اهوة يعني نصف كيلو بكتير قوي حطينا ليهم الزبدة والزيت وحطينا البصل وحطينا الجزر هضيف الرز وبعد كده هنتبله بالملح والفلفل ونقلبه ونسيبه يستوي براحته هبدأ اضيف الرز بقى واندي الملح اهو هدو الرز بصلايا كده سليما هدو الرز بصلايا كده سليما معا برضو دول كده سليما برضو كده وهقلب طبعا يا جماعة البصرة السليمة ديت بتنتص معايا اي روايح واي ريم واي شيء موجود وتديلي نكهة جميلة قوي في الرز اللي عندي تمام كده الرز يسخن وهنبدأ نسقيه بالبيون اللي عندنا وبصوا بصوا على السمك كده نشوفوا عمل ايه واحدة واحدة كده هدويله بس سينة زيت صغيره زيت زيتون بقى يفضل تمام كده وارجعوا الهاني الفرن تمام كده تشوف الرز الروز سيخن خلاص اهو نهدي البيون مع بعض اهو زي ما انا شايفين وهدي تقليبة وهغطى عليه تمام كده وهدي النار عليه يبقى هنشرح المكونات مع بعض عملنا النهاردة سمك بوري بالتوابل والملح والفلفل وشطة حامية وبصل وطماطم ده المارينيه اللي احنا عملناه للسمك اللي هو عبارة عن خلاط عندي في البيت موجود بحطه فيه بصل وطماطم وكسبرة خضرة وشبت وبقدونس وفلفل حامي مع عصير الليمون والملح والفلفل وبعد كده شمطناه قفلنا المسام بتاعته في طاصة على النار وبعد ما قفلنا المسام بتاعته حطناه مع شويد وكي جرنيه عندي المتاع اللي هو قطعنا جذر وقطعنا بصل وطماطم في رش وحطناهم ودخلناه الفرن بعد كده سيبناه في الفرن وسوينا الرز بتاعنا على الأول حاجة قطعنا ليه بصل مفروم وجذر متقطع تقطيعه صغيره اللي هي جوانح وبعد كده خدناهم سوتية والجذر دبل معايا شوية بعد كده ضفت الرز والملح وعندي شربة موجودة في البيت شربة فراخ ماشي شربة سمك ماشي اي شربة عندي موجودة هسقي بيها الرز بما ان احنا بنعمل سمك بوري النهاردة لو عندي شربة سمك ماشي لو عندي ماجمي لها بودرة سمك ديت بحطها مع الرز مفيش مفيش مشكلة ان احنا بنعمله بالبصل ممكن نعمله لون بني مع الرز والبصل الاول كده بياخد لون دهبي كده عشان يديني اللون البراون بتاع الرز نبص بصة كده على الرز هدي تقليبة كده للرز لسه شوية وعندنا بقى نبدأ نجهز جرنش للطبق اللي احنا بنعمله عندي طماطم هشيل القعدة الصغيرة دي بتاعتها لأمعه الصغيرة ده كده وهبدأ اخدها سبعة في تمانية كده زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده وعندي السمك بيستوي في الفورن والرز على النور عملت طماطم واردة اهي هاعمل واحدة كمانا كفاية واحدة نفكر في اللمون بما ايه ان عندي سمك اذا انا هقطع لمون طرنشفات كده اجيب الطرنشفات احسن يساعدني اذا انا هقطع سليس كويس تمام كده تمام كده ونبدأ نجهز الطبقة اللي هنغرب فيه تمام كده وعندنا السمك خلاص كده استوي زي الفل الريحة بتاعته والطعم جميل جدا نبص بصة على الرز خلاص الرز استوي برضو زي الفل حباية جميلة وها غريف الرز طفية النار شايفين الجزرة عامل شكلي جميل ازاي تمام كده تمام كده وهادي البصلة عندنا اهي وهاغريف السمك وهاغريف السمك كده خلاص ده انا مش عايزه وهزبط المكان وفنش الطبقة تمام كده وهادي الطماطم واحدة كده واحدة كده وهادي اللمون وبالهنة والشفاة والف شكر لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى